حدث معه أيضا كيف تبدو انعكسات هذه التصريحات ونتائج هذه الاتصالات المهمة التي تابعناها خلال الساعات الماضية على الداخل الأوكراني سيد ألكسي أهلا بك معنا كيف راهنا اتوال الفترة الماضية على الحل الدبلوماسي هل لا يزال الحديث ممكنا عن هذا الحل بعد عمليات التحشيد المتواصلة التي أشارت خلال الساعات الماضية إلى قرب بدء هذه المعركة شكرا جزيلا على السؤال لأن بشكل أم نحن هنا في كيف كثيرا من المخللين سياسيين لا نفهمون ماذا يحدث لأن عندما نحن نقرأ الوكالة الأنباء الأمريكية هم يقولون أن ستكون هجمات روسيا والأمالية روسيا بالتأكيد عندما نحن نقرأ الوكالة الأنباء روسيا هم تتوقعوا من خطوة الأسكرية وأمالية الأسكرية من جهة الأوكرانيا لكن هنا في أوكرانيا نحن نتوقع الأمالية روسية هذه الخرافات هذه المشاكل بشكل صعب للتحليل لكن أنا متأكد بأن طبعا يوجد تسئيد على حدود أوكرانيا روسيا يوجد كثيرا من الأصلحة روسية على الحدود أوكرانيا روسيا هذا الواقع لكن هذا لا يعني أن ستكون هجمات أو أمالية أسكرية من جهة روسيا الشيء المهم هو المباحثات التي كانت والآن موجودة بين أوكرانيا وروسيا بوسطة فرنسا والألمانيا وكان جلستين لقد جلستين واحد قبل الأسبوعين والثاني الباريخ والحمد لله ستكون الجلسة الثالية وهذه المباحثات مهمة جدا للإطلاق ووقف النال في شرق البلاد وكل يعتمد على هذا الرأي المحلل السياسي كل يعتمد على النتيجة لهذه المباحثات لأن تابعا يوجد التحسيد بين أوكرانيا وروسيا خلال الكثير من السنوات لكن الآن نرى ربما المشكلة الأكبر وهذه المباحثات التي ستكون في ألمانيا هم ستحدد المستقبل بين أوكرانيا وبين روسيا والمستقبل النظام الأمن ليس فقط بين أوكرانيا وروسيا وفي الأوروبا بشكل نام بطبيعة الحال كان فيه تصريح للرئيس الأوكراني سيد أليكسي لمست فيه لربما ما توقفت عنده الآن حضرتك عندما تقول أنه أهم في الأمر لربما هذا التواصل اللي يمكن أن يحصل بين الجانبين الأوكراني والروسي وهذا لربما ما تراهن عليه كيف في هذه المرحلة يقول فولاديمير زيلنسكي التحذيرات من غزو روسي سنتابع هذا الموقف وشيك لأوكرانيا يثير الهلع في البلاد لم يستبعد هذا الأمر لكنه يقول يقول نطالب بدليل قاطع على هجوم مخطط له وكأنه في هذا الإطار يقف إلى جانب روسيا بعض الشيء في هذه المسألة خليني أسأل الدكتور نيزار بوش طبيعي استمعت إلى هذا التصريح للرئيس الأوكراني اليوم هل من إمكانية لربما في خضم كل هذه التطورات الخطرة لنتابعها أن نكون أمام اتصال أوكراني روسي أم أن هذا الموقف للرئيس فقط خوفا من التصعيد المرتقب نعم بداية أريد أن أحيي ضيفك من أوكرانيا الذي كان أكثر منطقيا من ضيفك في نعم نعم أريد أن أحيي ضيفك من أوكرانيا الذي كان منطقيا وعقلانيا أكثر من ضيفك من واشنطن حقيقة يعني أنا هنا لا أشخص ولا أحد عقيقة زيلينسكي فعلا أنا لو لم تقولي لا قلت أنا ماذا قال زيلينسكي فعلا يعني هنا للأسف أن زيلينسكي رئيس دولة أوكرانيا لا يستطيع أن يفعل شيء كل ما يعني الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تنوب عن أوكرانيا في الحديث مع روسيا تصور يعني طبعا نريد التواصل بكل تأكيد موسكو تريد التواصل مع كييف حقيقة ولكن كما قلنا أن واشنطن هي العائق الأكبر في ذلك واشنطن لا تريد لزيلينسكي أن يتواصل مع موسكو لا تريد لزيلينسكي أن يكون عقلانيا حقيقة وحل قضية الدونباس يعني تفضل ضيفك من الكييف حقيقة وقال نحن نعول على طبعا المفاوضات الألمانية الروسية الأوكرانية الفرنسية ونحن أيضا نعول عليها هنا في موسكو ولو أنه تم تنفيذ كما قلنا يعني مخرجات مينسك ونورماندي أعتقد الوضع سوف يكون أفضل ولكن من لا يريد تنفيذها الولايات المتحدة الأمريكية هي التي لا تريد تنفيذ ذلك لأنها ليست عضوا أو ليست شريكا في طبعا أصغاء هذه المخرجات النورماندي ومينسك فلذلك حتى الولايات المتحدة تريد أن تقصي الأوروبيين عن قضية أوكرانيا تريد أن تتبوأ هي المنصب منصب الذي يتحدث باسم الجميع باسم الأوروبيين وباسم كييف وهذا يعرفه طبعا ضيفك الكريم ويعرف أن أوكرانيا طبعا يعرف ضيفك الكريم أن روسيا لنتشن حربا خليني أوضح هذه النقطة أنا معك فيما تقوله لكن اليوم عندما يقول الجانب الأمريكي تحديدا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن المسار الدبلوماسي لا يزال مفتوحا لكنه يتطلب وقف التصعيد من موسكو هو لا يغلق الباب يا دكتور نيزار على المسار الدبلوماسي هو حتى اللحظة متمسك بذلك ويقول أن كل ما تفعله الولايات المتحدة وحلفائها فقط لتفادي أو حتى يكون الغرب جاهزا أمام أي تطور تقوم أو تقدم عليه روسيا أولا أين التصعيد الروسي إذا كان نشرت روسيا على أراضيها قواتها أو أعادت انتشار قواتها يعني هذا تصعيد ليس تصعيد نحن نحكي عن 100 ألف تقريبا 100 ألف جندي على الحدود يا دكتور نيزار مقابل يعني أعداد الجنود الجنود النيتو ما فيها معنى المقارنة أنا أبتسم عندما تتحدثون عن العدد لأنه لا أحد يعرف العدد أولا ولا أحد يعرف أين ينتشره حتى الأقمار الصناعية لا تعرف ذلك فكفانة بروباقاندة في حقيقة الأمر هذه بروباقاندة وهيستيريا أمريكية لأنها لم تستطع وقف تطور الجيش الروسي الصناعة الروسية الاقتصاد الروسي تريد حقيقة حربا ضد روسيا تريد انهاك الاقتصاد الروسي هذا الهدف من هذا التصعيد في أوكرانيا حقيقة هذا هو الهدف وتعرف الولايات المتحدة الأمريكية أن ثمن الاصطدام مع روسيا سوف يكون باهظا على أوروبا وعلى الولايات المتحدة الأمريكية أيضا ليس فقط في أوروبا بل في كل العالم فأعتقد الآن الكرة في ملعب الولايات المتحدة الأمريكية وعليها أن توقف التصعيد ويعود إلى مخرجات مينسك أو اتفاقيات مينسك وأعطاء الأوروبيين دورا مهما في حل الأزمات الأوروبية وليس الدور الرئيسي ولا للولايات المتحدة الأمريكية أعتقد عندها نعود إلى الحل الدبلوماسي والطريق الدبلوماسي وأؤكد لكم روسيا لن تغزو وكلها برباقاندا وأعتقد هستيريا وهستيريا قذرة هذه الحملة الدعائية التي تحدث عنها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بطبيعة الحال هذه النقطة مهمة جدا التي أشارت إليها دكتور نزار بوش سأنقلها لضيفي من واشنطن سيد ريتشارد تشاسدي سيد ريتشارد المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي نفسه أكد أنه إعادة الانتشار التي منتبعها الآن لا تعكس تغييرا في تصميمنا بحسب مقال على دعم القوات الأوكرانية ويضيف نعطي قدر من المرونة لطمأنة حلفائنا ومنع أي عدوان تبعت تحليل الدكتور نزار ليقول الآن أنه الولايات المتحدة هي التي تضغط على حلفائها هي التي ترسل جنود إلى الدول المحيطة بأوكرانيا هي التي لا تشرك أوكرانيا في هذه المحادثات ما ردكم على ذلك؟ ولماذا بالفعل يتمسك الجانب الأمريكي بالمسار الدبلوماسي إن كان يرى أن هذه الحرب قادمة وأن هذا الغزو الأوكراني الغزو لأوكرانيا سيكون الآن قريبا؟ بداية دعيني أقول أنه كانت هناك تقارير أن 30 ألف من القوات الروسية تم نشرها في بيلاروس أروسيا البيضاء وكان هناك بالطبع موافقة من لوكوشينكو على نشأ هذه القوات الروسية من ناحية الفنية نقول أن الروس في هذه الحالة لم يتوسعوا في دولة أخرى لا يبدو أن هذا تفسير منطقي بالمرة لكن دعيني أجيب على سؤالك فيما كانت تقوم به الروسية المتحدة المملكية هي مسألة نقل القوات جواً إلى دول مثل بولندا لتعزيز القوات الموجودة هناك بالفعل ولقد كان واضحاً من البيت الأبيض هذه القوات ليس الهدف منها هي أن تسعى لمواجهة مباشرة مع قوات الروسية ولكن أن تقوم بدور داعم دعيني أشير إلى مسألة إجراءة بناء الثقة الأمر الأهم بالنسبة لكل الجانبين في هذه المرحلة من المفاوضات هو أن يكون هناك مجموعة من إجراءات بناء الثقة فيما يتعلق بزيادة على الأقل إلى درجة ما زيادة مستوى الثقة وتوضيح نوع من التعاطف من كل الجانبين تجاه موقف الآخر وفي الخمس والعشرين من ديسمبر كان الاحتفال الثلاثين لإنهيار التحديد الزوغيتي في وجهة النظري أقول إن مسألة النظر في إعادة تقييم دور حلف الناتو في سياق ترتبات وعالم ما بعد الحرب البائدة هذا أمر تم في صورة معاصرة نراها الآن إذن مسألة إجراءة بناء الثقة وأنا هنا رجل أكاديمي أنا لست مسؤولا رسميا أنا مجرد خبير أكاديمي لكنني لو تسنى لي أن أقدم مقترحا لكنت اقترحت على روس كجزء من فريق لديهم أن يجلسوا في مجموعة من المفاوضات في مسألة سياغة رؤيتهم لدورهم في هذا العالم المعاصر والترتبات المعاصرة في العالم كل الجانبين لابد أن يعزز من إجراءة بناء الثقة في هذه المرحلة وأأمل أنه في سياق هذا النقاش بين على سبيل المثال رئيس بايدن ورئيس بوتين والجنرال ميلي ونظيره الروسي لابد من وجود المرونة فيما يتعلق بالتفكير في البدائل لأن كل الجانبين يحاول أن يجد نوعا من الاتفاق أو في مسألة التفارض بينهما ولكي لا نصل إلى مرحلة الحرب أو العقوبات الاقتصادية هذا سيكون أمرا متطرفا في الحقيقة كتصرف لكن هناك أيضا مخرجات أخرى يمكن أن تؤدي للخسارة إذن ما نسعى للقيام به هو أن نصل إلى اتفاق يمكننا من تجنب الحرب ترتيب قبل الحرب لو أن رؤوس جادين في مسعيهم هذه لا بد أن يعملوا على ملكيين لمحاولة أن يصلوا إلى نوعا من الترتيبات والتسوية البديلة وهذا يمكن أن يشمل أشياء مثل ربما حيادية أوكرانيا مثلا وضمان حياديتها وكذلك أيضا اتفاق مرحلي سيد ريتشارد شاسدي يتحدث في هذه المداخلة عن ضرورة إجراء لربما التقارب عن البحث عن بدائل إعادة الثقة بين الجانبين مسألة مهمة سأحاول العودة إليها إن سمح الوقت لكن سيد أليكسي اليوم البيان لصدر عن البيت الأبيض يؤكد على خطورة هذه الأزمة أن حصلت على الداخل الأوكراني تحديدا على الجانب الإنساني ستكون تكلفة الحرب بحسب ما جاء في البيان تكلفة الإنسانية عالية وقاسية هل ترون في هذه التحركات الأمريكية والغربية الأخيرة التي تقدم كما تقول الدعم لكييف هل ترون فيها إمكانية لتفادي هذه الحرب أم أنها كما يقول الدكتور نزار بوش تؤجج لها سيد أليكسي شكرا شكرا على السؤال أنا متأكد بأن وهذا المهم جدا أنا متأكد بأن كله يعتمد على النتيجة لهذا المباحثات بين روسيا وأوكرانيا بواسطة فرنسا وألمانيا هذا سعب جدا أن تقول هل سيكون هجومة الحرب بين روسيا والأوكرانيا لأننا لا نعرف النتيجة لهذه المباحثات لأن المشكلة الأكبر ليس مجرد اتفاقيات مينسك لدينا اتفاقيات مينسك هذا فعليا أسس لحل الحرب ومشاكل في عرب البلاد لكن لا يوجد حتى الآن لا يوجد وسيلة لا يوجد وسيلة أو وسائل لتحقيق هذه الاتفاقيات مينسك وموضوع لهذه المباحثات الأخيرة التي كانت في فرنسا وإلمانيا هذا التحقيق أو وسائل لتحقيق اتفاقيات مينسك وأنا متأكد بأن حتى الآن لدينا هذه المباحثات مع روسيا ومن طريق الفرنسا والألمانيا لن تكون أي حرب وخلال الأسبوع الأخير كييف على صمة الأوكرانية أصبحت مركز للديبلوماسية لأن رئيس تركيا هو وصل إلى أوكرانيا ماكرون رئيس فرنسا هو وصل إلى كييف كي يستخدم كل الفرص للاتفاقيات وكل يعتمد على أوكرانيا وعلى روسيا لكن سيد ألكسي أعذرني على المقاطعة كيف تنظرون إلى تغييب إلى تغييب كييف عن هذه المحادثات الأخيرة أعذرني مرة جديدة على المقاطعة أنا متاكن بأن هذا الفرصة الأخيرة للوجود الاتفاقيات للإطلاق النار مع الانفاصليين ومع الروس هذه المباحثات التي ستكون الجلسة الثالثة يجب أن تكون أيضا في برلان ستكون الفرصة الأخيرة للبخص الاتفاق نهاي بنسبة لإطلاق النار في شرق البلاد وبهذا السبب كثيرا من الدبلوماسيين ومن المحلليين الجانب التي موجودين في كييف في العنصمة أوكرانيا هم لا يعرفون النتيجة لهذه المباحثات أنا لدي إتصالات ولدي كثيرا من الأصدقاء من مختلفة السفرات هنا في كييف وليس كلهم يغادرون كييف فقط أمريكيا كنادا وبريطانيا ومثلا كثيرا من السفرات أوروبية هم لا تريد أن تغادر من كييف لأنهم لا تعرفون هن ستكون الحرب أو لا لكن يوجد كثيرا من هذا المعلومات يعني هذا الحرب المعلومات بطبيعة الحال سنكون بانتظار لربما نتائج هذه الاتصالات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال أنه الحملة الدعائية عن هذا العدوان الروسي ضد أوكرانيا استفزازية وتحرد كييف على تخريب اتفاقات منسك يضيف أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تجاهلوا المقترحات الروسية بشأن الضمانات الأمنية أمام هذه التصريحات قبل ما ننهي اللقاء دكتور نيزار بوش ما خيارات الروس أمام ما تعتبره اليوم بطبيعة الحال روسيا استفزازات وتجاهلا لمقترحاتها الأمنية الأخيرة نعم الروسيا بكل تأكيد تحضر نفسها لكل الخيارات على الإطلاق عسكرية واقتصادية ودبلوماسية والدبلوماسية بالنسبة لها هو الخيار الأفضل حقيقة ولكن كما قلت لكم الكرة في ملعب الولايات المتحدة الأمريكية وليس في ملعب الأوروبيين للأسف وليس في ملعب كييف يعني أنا جدا أعجبني حديث ضيفك من كييف عقلانيا وصحيحا للأسف أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تنوب عن كييف في الحديث مع روسيا أعتقد أن هناك قضية أوكرانية أوكرانية يمكن لكييف الحديث مع دونباس ومع دانيتسك وطبعا أعتقد يمكن حل المشكلة شيئا فشيئا أو خطوة خطوة ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تريد التصعيد أما بالنسبة للرد الروسي إذا كان هناك عقوبات فسوف ترد بالعقوبات إن كان هناك تصعيد عسكري سوف يكون الرد بتصعيد عسكري إن كان هناك دبلوماسية معناها سوف ترد بالدبلوماسية حتى الساعة يا دكتور نزار لا يكون تصعيد في حال لم يكن هناك غزو روسي لأوكرانيا ولا يكون هناك عقوبات أمريكية حتى لم يكن هناك تدخل روسي في أوكرانيا وهذا الأمر على الأقل خلينا نحكي بإيجابية هذا يعني إن المواجهة لن تحصل على الأقل حتى الآن لن تحصل قلت لكم قلت لكم من البداية لن تغزوا روسيا يعني هذه الكلمة أي مصطلح أمريكي وعبر الإعلام الغربي والعربي والإسباني والإنجليزي يتحدثون عن غزو لك وهذا ما نأمل بطبيعة الحال لأنه أثمان أكيد نحن نريد السلام في موسكو نحن نريد السلام شكرا جزيلا لضيفنا من موسكو أستاذ العلوم السياسية في جامعة موسكو الدكتور نزار بوش الشكر موصول لضيفنا من واشنطن البحث في مركز السلام وصر على دراسات ريتشت شاسدي وضيفنا من كيف البحث في العلاقات الدولية أليكسي بازاروف شكرا